أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات للهايدروجين الأخضر في مصر موضحا أن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات لسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض جهود جذب مشروعات الهايدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الهاية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي ومسؤول الجهات المعنية هذا وقد تابع رئيس الوزراء قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات للجنة الخاصة بدراسة الحوافز الخاصة بمشروعات الهايدروجين الأخضر وذلك تمهيدا لإعلانها وكذا اعتماد نموذج لمذكرات التفاهم التي سوف يتم توقيعها مع الشركات المتقدمة فضلا عن طرح آلية مشاركة الدولة في هذه المشروعات ترجمة نانسي قنقر